ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذه هي رقبة القيتار ننستها من الرقبة وتساعد اليد اليمنى تستقف فوق القيتار هذه الجلسة صحبة حاول أن تضرب الأوتار بالإبهام ضربه واحدة نسبح رنين الأوتار صوت غير جميل لكنه غير قبيح أتأكد بأن كثير من الآلات الموسيقية حتى تتمكن من إصدار الصوت فقط يجب أن تضرب في أسبوع عشر أيام أو أسبوعين أو شهر حتى تتمكن من إصدار الصوت على سبيل المثال السكسافون أو الكرامبيت أو كلارنيت أو غير آلات الآن نتعلم أسماء الأوتار القيتار تتكون من ستة أوتار بعض الأحيان نسميها بالأرقام الوتر الأول الوتر الثاني الثالث الرابط الخامس السادس ممكن نسمي الوتر الأول الثاني الثالث 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 دي جي بي اي الوتر اي المنخفط الوتر اي المرتفط هنا ملاحظة مهمة جداً. الوتر E المرتفع هو أقرب إلى الأرض من الوتر E المنخفض. السبب؟ لأن هذا صوت المنخفض. هذا الوتر أيضاً لديه لكنه مرتفع. هذا تشعر بك لو كررت هذه النغمات الصدار، هذه النغمات صوتك ستفهم شنو قصد. هذا E المنخفض وهذا E المرتفع. لا تقلقها لأنك ستتعلم أسماء الأوتار أوتوماتيكياً. الآن سنكررها. تقريباً في كل درس في كل موضوع سنكرر تسمية هذه الأوتار. كل مهنة الآن تتحدث أن كل وتر له اسم خاص وهذا نسمي الوتر المنخفض وأحياناً نسميه بيس. وهذا نسمي الوتر المرتفع ونسميهم تربل. سوف نتطرق إلى هذا الموضوع في الدروس القادمة. ضد الأوتار أو كمان يسموها تيونيك. نحن في العراق جماعتنا نسموها دوزان. ندوزن أوتار القتار أو ندوزن أوتار الأوب أو الكمان. نسمى دوزان. الكلمة الصحيحة أو الشائعة عالمية تيونيك. المضبط أوتار القتار. هناك عدة أساليب بضبط أوتار القتار. ممكن تضبطها السماعي. تضبط لك صوت وتعتمد عليها تضبط الأصوات الأوتار الباقية. هناك بعض التطبيقات موجودة تشعبها بالباباير مالك. ويعطيك صوت المي وانت تدور مفتاح الوتر المرتبط عليه. إلى أن تطابق الصوت بالكتار مع الصوت الصادر من التطبيق. لكن الآن أريد أن أعلمكم بطريقة بسيطة. التي يمكنني أن تطابق الصوت الصوت الصيد. لذا، نأخذ الوتر منفض الطريق. الفريت الخامس منه، لو نحسب واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هذا الصوت سيكون.. أي، الذي هو صوت الوتر الخامس. استمع جيدا. استمع جيداً أي الفريت الخامس من الوتر A إذا نضغطها هو D اللي صوت الوتر الرابع مفتوح الفريت الخامس من الوتر الرابع يصبح صوت الوتر الثالث وهما تحجيه إذا تنتبهون صوت مطابع الآن الفريت الرابع من الوتر الثالث انتبه الخامس الفريت الرابع من الوتر الثالث هو يطابق صوت الوتر الثاني مفتوح اللي هو B وأخيراً الفريت الخامس من الوتر الثاني B اللي إذا جدناه نغمة 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 الوتر الأول هذه أبسط الأساليب لضبط أوتار للغيتار أو تعمل دوزان للغيتار أو تعمل تيوني للغيتار بما أنه كثير من المتابعين من غير القرابيين البعض يسميها جيتار والبعض يسميها غيتار أه فأنا أستخدم كلمة جيتار عندما تقول جيتار أعني بها الجيتار أو الغيتار أوكي هسا رح نتكلم عن الفريتة احنا قلنا الفريتة الخامس قبل قليل الفريتة الخامس يجوز بعض مستوحبها أو مفتهمة شنو تقصد به الفريتة الخامس الآن سنتحدث عن الفريتة ونتعلمها القيتار رقبة القيتار مقسمة بشكل عمودي كل تقسيم من هذا يسمى فريتة مصطلح قالمي بالعربي يسمى الحنق الكلمة هذا بصراحة أن ترجمها عن طريق جوجل منطاني معنا حنق فرح نستخدم حنق عندما نقول حنق نقصد به الفريتة فالكيتار رقبة القيتار مقسم إلى مجموعة من الفريتات أو مجموعة من الحنق الفريت الأول الفريت الثاني الفريت الثالث الرابط والخامس والسادس والسادس وحاولة لازم نتعلم أسماء هذه الفريتات هناك انطتنا معظم القيتارات عليها علامات دالة تكون أنت ما بنزل أن كل ما نقول لك الفريتة الفامس رح تحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لا أو قل لك الفريتة السابعة تجدون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سابعة حتى تلقي الفريتة السابعة معظم القيتارات الفينجربورد للبعنوات أيضا نسمى فينجربورد لو بحث الأصالب أو بقى الرقبة ما تريد تسميها السابعة على الفينجربورد يكون موجودة علامات عموما على الفريتة الخامس هنا تكون نقطة إذا عندك قيتار انتبه على القيتارات إذا النقطة هنا ما موجودة على الفريتة الخامس تبقاها هنا نحاطي لك إياها على هذا المكان نقطة والنقطة أخرى تكون على الفريتة السابعة وأحيانا يضعون لك نقطة أخرى على الفريتة الـ 12 الـ 12 أوكي؟ أما يضعوه هنا العلامات أما يضع لك أمامك هذه العلامات دالة اللي عازف القيتار حتى لا يحسب الفريتة وين الفريتة الخامس وين الفريتة الثامن هم بيرجعي يحسبها من البداية إذا هذا الفريتة الخامس السادس ياهو بعد فريت الرابع ياهو قبل فريت السابع ياهو السابع حاطلك نقطة أخرى التاسع ياهو إذا تحسب واحد، اثنين، ثلاثة، أربع حتى توصل الكاسب من السابع أضيف له فريتة هسا سنجربها عمليا إذا تتعزب لي الفريتة الأول من الـ ويتر المنخفض انتقبل كل شيء راح تلقى الـ ويتر المنخفض اللي هو الـ هذا الفريتة الأول هذا واحد وإذا تتعزب لي الفريتة الثالث راح تحسب واحد، اثنين، ثلاثة، تقول لي هذا وإذا تتعزب لك الفريتة الخامس من الـ راح تقول لي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة أو بتجاهد العلامة اللي تتكلمنا عنها قبل قليل هذا الخامس، هناك الفريتة الخامس لكن، ماذا راح نعزل؟ ماذا راح نخلي أصبعنا بون الفريت؟ تخلي خلف الفريت هذا هذه القطعة المعدنية تخليها خلفها وتضغطها برأس الطرف الأصبع لا تخليها بالنص لا تخلي أصبع فيها شكل مائل ولا تخليها بشكل عمودي جهد الإمكان تخلي أصبعك تكون بشكل عمودي وخل الفريت وبالإبهام تضغط بنفس اللحظة من خلف رقبة الهتار من هذا الشكل يعني راح تكون هذه القطعة وبالريشة تضرب الـ أو بالإبهام أو بالسبابة يصدر الصوت من البديد جدا في البداية أصابعك تتأذى شوية تحس بألم لكن لا تخلي لأن أصابعك لا تتعود على هذا الحركات تضغط وتر تعزق وتر تنتقل من مكان إلى مكان مستثنى أطراف الأصابع تحس بها شوية ألم كل ما تحتاجه أن تفركها وحركها 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 تتعود عليها وتصبح المسألة طبيعية جدا راح نجب بذ ميلودي بسيط ما زال أتعلمنا كيف نصدر الصوت بكل نظبط الـ 4 وتدخل في الفريت ثم نجب النهاتم ميلودي بسيط سنعجب في الفريت الثالث من الـ ی ثم ننجب الفريت الثاني والفريت الأول لكن ما رح تحرك نفس الاصبوع. عدنا اربعة اصابع. نتربط الاصبوع الثالث على الفريت الثالث. ونعزفه. الاصبوع الثاني او الورصة. على الفريت الثاني. وبتصبح الاول على الفريت الاول. واخيرا الوثار مفتوح. بدمي لودي بصير. نحصل على هذا اللحظ. اعمل ان يكون هذا الدرس استمتاعي. كل ما يتقلم منك ان تتابع هذه دروس. وتتحلى بالصدق. وانا متأكد سوف تتعلم العجل على الانتراك.